أخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات لا زال الحديث عن هذه الحالة وهي الفتور بعد شهر العبادة السؤال الذي يطرح نفسه ما هو العلاج لحالة الفتور والعزوف؟ نحن إذا عرفنا أن هناك حالة طبيعية قد تنتاب الإنسان لكن لربما هذه الحالة الطبيعية التي تنتاب هذا الإنسان المؤمن إذا لم تراعى قد تجره إلى انتكاسة تجره إلى انحسار إلى المحذور وهنا ما ينبغي الالتفات إليه في الحديث عن هذه الحالة أول الأمور التي نذكرها في علاج هذه الحالة هو العزم والإصرار على مواصلة الطريق العزيمة، إرادة عند الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون عنده عزيمة وإرادة لا أن يستسلم إلى حالة الفتور والسكون نعم هي طبيعية في البداية ولكن قد تتحول إلى أمر غير طبيعي لأن ملهيات الدنيا ومشغلات الدنيا كثيرة الإنسان يواجه هذه المشغلات بالعزيمة والإصرار على مواصلة الطريق ولو بالقليل وليجعل هذا المؤمن القاعدة التي يطرحها أمير المؤمنين في حكمه صلوات الله عليه في قوله قليل من عمل مدوم عليه خير من عمل كثير مملول من يعني نحن على ألسنتنا قليل دائم خير من كثير منقطع الإنسان صحيح أنه لن يقوم بكل أعمال شهر رمضان ولا يطالب الإنسان بأنه يقوم بأعمال شهر رمضان ليس من الصحيح ولكن أنه يداوم ولو على القليل لا يهجر الكل يداوم على القليل ما أحرى بالإنسان أن يداوم على تلاوة القرآن كما قال المام صارق عليه السلام يومين ولو بخمسين آية أن يداوم على التحقيبات أن يداوم مثلا ليالي الجمع قيام الليل لا يهجره هجرا البعض المؤمنين يداومون على قيام الليل كان في شهر رمضان في كل سحر يقومون الليل لكن حينما يأتي شهر رمضان قد يكون هناك تكاسل عند هذا المؤمن فلا يقوم الليل يظن على أن قيام الليل فقط لهذه المواسم لا إذا لم تكن كل ليلة تقوم الليل على الأقل لا تهجر قيام الليل ليلة الجمعة ليلة أنت مثلا وصل بك السهر إلى منتصف الليل ووجدت نفسك عندك رغبة في ذكر الله قم الليل مداومة على القليل وليس حجر الكل هذه الأمر الأول الأمر الثاني النظر إلى الأعمال العبادية بنظر الكيف لا بنظر الكم بنظر الكيف لا بنظر الكم يعني لا ننظر إلى أنه أنا كمؤمن حتى أكون مؤمناً لابد وأن آتي بما هو موجود في مفاتيح الجنان من أول إلى آخر وإلا لستم مؤمناً لا ليس بصحيح إن هذا الإنسان المسألة ليست بالكيف وإنما بالكام ننظر إلى بعض الأعمال التي ممكن أن تقوم بها وممكن أن تكون لها أثر على سلوكك على حالتك المعنوية وداوم عليها ذلك خير من كل هذا الكثير يقول الإمام الباقر عليه السلام ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإنقل هذا أفضل الأعمال هو عمل يداوم عليه يقول العلام المجلسي أيضاً في شرح هذا الخبر يقول وكان في أكثر هذه الأخبار إشارة إلى أن السعي في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كميته وأن السعي في تصحيح العقائد والأخلاق أهم من السعي في كثرة الأعمال الله يريدك كيف تكون لا كم تقوم أو بكم من عمل تقوم الأمر الثالث الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأحب الأعمال وبأحب الخلق إليه في أن يوفق يوفقه إلى العمل الصالح والمداوم عليه وردت عندنا في الإشارة إلى هذا الأمر في الأدعية الكثيرة كدعاء اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ومن يعنيني أمره دعاء اللهم اعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم وهكذا أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى في مضان الدعاء لا تنسى هذه الأدعية في أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى المداومة والاستمرار تتوسل وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر الآخر برمجة الأعمال بحيث تكون غير ثقيلة على هذا الإنسان يعني أبرمج نفسي أقرأ آيات كذا يوميا مثلا الآن نحن كنا نختم القرآن على الأقل على الأقل مرة واحدة كنا في شهر رمضان يعني كل يوم جزء أنا حينما يأتي مثلا هذه الأيام بعد شهر رمضان مثلا ألزم نفسي أنه أو أعاهد لنقول أو أعاهد نفسي أنه مثلا أقرأ ولو ربع جزء يعني أختم القرآن في أربعة شهور أضعف الإيمان هذا أمر ميسر غير أنه لا أقول مثلا سوف أقرأ جزء من القرآن يوميا كما كنت في شهر رمضان ثم تأتيه الفترة ولا يقرأ يوم يومين مثلا الجزء أو يقرأ قليل فيكون عنده حالة من عدم الاستمرارية حالة ردة فعل ما يستمر لا أعطي لنفسك اليسير وزع برمج نفسك على البرنامج الميسر مسهل حتى أنت تستمر في هذه الأجواء لا تنقطع عن مجالس المؤمنين لا تنقطع عن مجالس أهل البيت عليهم السلام لا تنقطع عن المساجد قطاعا برمج نفسك أنه مثلا أحضر مجلس للإمام الحسين عليه السلام في الأسبوع ولو مرة أفضل من أني لا أحضر بتاتا أحضر مجلس علماء ولو مرة أفضل من أني لا أحضر بتاتا وهكذا مجالس المؤمنين مجالس الذكر هذا الإنسان حينما يوزع برمج نفسه بشكل ميسر يكون هذا الإنسان استطاع أن يصنع لنفسه بيئة إيمانية هذا ما يمكن قوله باختصار والإشارة إليه فيما يساعدنا على علاج حالة الفتور وحالة وحالة الإنحسار فيما بعد شهر العبادة وموسم العطاء في آخر كلامي أشير إخواني إلى هذه النقطة بشكل سريع نحن أقبلنا على شهر الصيف وأقبلنا على العطل العطلة الصيفية سواء عند الطلاب أو عند كثير من العمال والموظفين وفترة الصيف هي بالتالي أيضا فترة عطاء وموسم عطاء لا موسم خمول لا موسم عدم نتاج يستطيع الإنسان أن يوظف هذه العطلة سواء الطالب أو حتى الموظف فيما يعود عليه بالنفع خلق الأجواء داخل الأسر أمر مطلوب بالنسبة للآباء المربين عليهم أن يخلقوا أجواء إلى أسرهم أجواء إلى أبنائهم إلى بناتهم لأن الفراغ قاتل أيها الإخوة لا تجعل ولدك يعيش حالة الفراغ لا تجعل فتاتك تعيش حالة الفراغ هناك البعض لا ينتبه إلى هذه المسئلة فيعيشون حالة من العدم عدم الاهتمام حتى بأمور الدين وأمور الأمور السلوكية والتربوية فيعيشون حالة من الفراغ الفراغ تجعلهم يعيشون حالة من الانفلات أحياناً نحن علينا أن نساهم في خلق أجواء نفكر نخلق لهم أجواء طيبة نحثهم على الاشتراك في برامج صيفية في دورات صيفية مثلاً إذا وجدت المهم أن أفكر في خلق الأجواء وإيجاد بيئة طيبة إلى أسرتي كذلك بالنسبة إلى نفسك بالنسبة إلى نفسك علماؤنا عندهم عادة إذا جاء الصيف لا صحيح في الصيف الحوزات على سبيل المثال الحوزات العلمية عندها عطلة أيضاً لا يدرسون دروساً رسمية في الصيف وينشغل فيها كثير لاحظ في الصيف حينما تغلق الحوزة أبوابها لا يجلسون أهل العلم في بيوتهم أو في أماكن مثلاً لمثلاً تمشية الوقت كما نقول نحن أو غير ذلك وإنما يوظفون هذه العطلة يجعلونها فرصة ذهبية للتبليغ مثلاً يذهبون إلى أماكن يبلغون ويقومون بأنشطة العلماء الذين لا يذهبون إلى التبليغ يجعلون من العطلة الصيفية فرصة سانحة إلى مراجعة مسائل العلم إلى التصنيف إلى التأليف إلى المجالس العلمائية بحيث تكون عندهم فرصة طيبة البعض يستغلها في المطالعة وتتبع نعم كثير مسائل التي كان يريد أن يتتبعها فيجد في العطلة الصيفية الفرصة الذهبية لها هذا كمثال إلى شريحة اجتماعية كذلك في جميع الشرائح ينبغي أن يكون هكذا هو البرنامج في العطلة الصيفية الإنسان يفكر كيف يستفيد هذه إثارة إلى وتذكير إلى الاستفادة من هذه المواسم التي تمر علينا حتى نكون بذلك استفدنا من عامل الزمن الذي يمر علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بتوفيقاته ويسددنا بتسديده إنه سميع مجيب الدعاء نرفع أيدينا بالدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم وانصر وأيد وسدد إخواننا المؤمنين أينما كانوا وإنما حلوا اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلا اللهم واحفظ عتبات إمتنا المقدسة من كيد الكائدين وبغي الظالمين وشر التكفيريين والحاقدين وأبعد شرهم وحقدهم عن المسلمين والمؤمنين اللهم وعجل لولي أمرك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من شيعته وأنصاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين